بس خلينا أتكلم معاك عن الاستعدادات اللي شفتها مبارح في بطولة الجودو العربية والحياة استعدادت على أعلى مستوى ومشاركة عربية كبيرة إزاي كإدارة المهرجان قدرتوا أن انتوا يعني تجهزوا للنسخة التانية على التوالي لبطولة الجودو على أرض مدينة العالمين الجديدة بص واحد من أحلى الحاجات اللي موجودة في المهرجان السنة دي مهرجان العالمين الجديدة عشرين وعشرين ودي حاجة تحسب للإدارة الخاصة بالمهرجان رعية خاصة بالمهرجان والعقول المدبرة والمفكرة وراء المهرجان وكل فعاليات وكل تفاصيله بصراحة أن هم أبدايتد يعني هم أبدايت طول الوقت بإيه اللي ممكن يتعمل حتى لو فيه بلان كانت محطوطة قبل ما المهرجان يبتدي بفعاليات معينة فهما بيعدلوا وبيبقوا فلاكسبل إن هم يعدلوا في البلان دي طول ما هم ماشيين عشان يردوا كل الأزواء وعشان يردوا كل الناس مثال بسيط مثلاً توليت توليت مثلاً من أقول لك إيه من كم شهر وكم أسبوع ما كانش حد يعرف مين توليت ولكن بس طلع ترند الشباب حبوه والجنزي تحديداً حبوه على طول إدارة المهاجانة تحركت وجابت توليت بقى موجود في حفلة كايروكي وكانت وحلة من أجمد الحفلات التي اتعملت في الساحل كله مش بس في مهرجان العالمية الجديدة بنفس القصة أنت النهضة بتشوف فعاليات زي البطولة العربية للجودو بتجيب أخواتنا من كل الوطن العربي ومن كل الأماكن في البلاد العربية إن هم يبقوا موجودين ويبقوا يعني يشوفوا مدينة العالمين الجديدة وده من خلال فعالية رياضية زي بطولة العربية للجودو فدي حاجة جميلة تلاقي عندك الأمام إيه؟ الميكسد مارشل أردس اللي كانت موجودة أول إمبارح اللي برضو على فكرة بيشارك فيها 24 مقاتل سيدات ورجال من 8 جنسيات مختلفة فيهم من نيجيريا ومن السودان دول الأفريقية ودول العربية موجودة ومن الجزائر فكرة أن أنت تبقى بتعمل فعاليات الفعاليات دي بترضي كل الأزواء فعاليات رياضية أو فنية أو ثقافية وترضي كل الأزواء أو حتى طرفيهية على مستوى أنت بتشوف إحنا موجودين في منطقة طرفيهية والشاطئية وبحقيقة محمود والله على المجود اللي أنت عامله هنا ما شاء الله يعني أنت كل زميلنا أحلى وأمتع منظر في الدنيا أن أنت تبقى قاعد في المنطقة الترفيهية اللي هي على الممشا وتشوف أب وأم قاعدين تشربوا حاجة وقدامهم أولادهم بلعابوا بقى عندك أنك اللي هي الأولاد الصغارين في الكيتز إيريا اللي هي بقى الترامبولينز والزحليق والحاجات دي أكبر شوية فعندهم ملعب البادل وعندهم ملعب الكورة وغيره 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 المنطقة الأمام بمنطقة اللطافة حاجات إما ببلاشة إما بأسعار رمزية وهو كده كده حتى لو مش عايز يتكلف حاجة فهو جايب حاجته معاه اشتركوا في القناة